أخيراً يا جماعة فتح القفل أثناء وجود الكمامة ميزة طال انتظارها شو القصة؟ أكيد تحديث iOS 15.4 جلب كثير من ميزات لهواتف الآيفون خلينا نتعرف عليها ونحكي عن تفاصيلها أكيد بفيديو جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجعنا بهذا الفيديو لنحكي عن أهم مميزات iOS 15.4 وبشكل سريع ومختصر حتى لا نضيع أي وقت مباشرة سنذهب لأول مميزة بشكل سريع لو دخلت على الصور وحبيت تشارك أي صورة من الصور التي لديك كانت لمشاركة صور عادي بهذا الشكل الطبيعي الذي ترونه لكن الصورة لم تبين على يمينها وشمالها بالقدر الذي الآن هو مبين فصرت ترى الصور الموجودة لو طرفها قليلاً زيادة بحيث أنك تعرف صور موجودة فهذا التحديث تحديث تصميم يعني خلينا نحكي بالنظام فهي زيادة حلوة التحديث الثاني بالنسبة للناس اللي معهم الإيربودز أول ما تفتح الإيربودز سيطلق يعطيك بعض الأنيميشن اللي كان مختلف عن الموجود بالسابق أيضاً كمان حركة بالنحكي بالناحية التصميم التحكم بأجهزة أبل بشكل عام فلو عندك إنت مثلاً آيباد وعندك الماك وعندك الآيفون اليوم من خلال ماوس واحدة موصولة على جهازك من خلال الإيكو سيستم موجود بيناتهم صورت فيك تتنقل بين كل هذه الأجهزة وتختار وتتحكم وتنقل أي تطبيق بلك تفتحه أو أي شيء حاب تعمله من خلال هذه الماوس وهون قوة النظام التشغيلي الموحد والإيكو سيستم الموجود بأكيد يعني جهزة الآيفون كثير منا بيستخدم كلمات سر وممكن ينساها فبيعتمد على الفيس آي دي لكن ببعض الأحيان أنت فنم تحتاج لهذه كلمات سر أنك تعرفها فبالمميزة الجديدة بالآيوس 15.4 صار بمكانك تضع هنت أو ملاحظة عن كلمة سر بحيث أنها تذكرك شو أنت كلمة سر اللي حاطها وتتور مميزة جميلة لو رحنا للأيقونات المصغرة وبحثنا فيها سنشوف في عنا أيقون جديدة واللي هي إلى الأبل كارد الناس اللي بتدفع عن طريق الأبل كارد اليوم صار في إلها اختصار وبيعطيك بعض المعلومات عن البطاقة الخاصة فيك فتريحك بشكل سريع وسهل بصير الوصول إلها كثير من تطبيقات الطرف الثالث أو third party app ما كانت تدعم المئة وعشرين هيرتز فتكون عم تستخدم أنت التاليفون وتشوف السلاسة والسموث بتفوت لتطبيق مو تطبيقات الأساسية تبعت أبل يعني أو تبعت الايو اس رح تشوف أنه لأ شوية خفضت الفريمات صار في ما عد فيها ذلك الانيميشن السلس السابه هي أن هاي تطبيقات ما بتدعم المئة وعشرين هيرتز لكن مع التحديث الجديد معظم التطبيقات رح تصير تدعم المئة وعشرين هيرتز وأمر أيضا بيعطي سلاسة أكثر وأكثر للتاليفون الاموجيز اليوم ما في حدا ما بيستخدم الاموجيز ما حدا برسل هاي الوجوه التعبيرية أبل بتشتغل عن الموضوع بشكل كبير بصراحة فعنظرنا نشوف تحديثات وراء تحديثات وهون رح نشوف عنا مجموعة من الاموجيز جديدة حضرت لكم كم واحدة يعني لكن فيه كمية أكبر من هيك فأيضا ممكن تصيروا استخدموه وبأعتقد فيه كم واحدة من هون رح يتم استخدامهم بشكل كبير وعجبون يعني أشكالهم صراحة وأخيرا مع أهم مميزة وهي أكيد فك القفل وانتحاط يعني الماسك أو الكمامة فعلا هي مميزة جميلة وبطال انتظارها مو كل الناس عندهم ساعات أبل بصراحة فبالتالي أنت يعني كل مرة تشلح وشيء وإذا كنت بالسوق وإذا كنت طالع ومعجوق يعني فهي مميزة جميلة بكل بساطة ترجع تعمل مرة ثانية مسح لوجهك لأنه هون رح يركز على عيون بشكل كبير وأيضا فيك تختار أنه مع نظارات هو بطبيعة الحالة عم يفتح مع نظارات لكن حطوه هون لحتى يصير فيه تركيز أكثر وأكثر ودقة أكثر هلأ بدي أحكي شوي كونه هذا تخصصي من ناحية السكوريتي والأمن بصراحة أنا أعتقد أنه هون شوي أخف يعني التركيز على العيون مو مثل التركيز على بشكل عام خلص أنه هاي مو هاي مو مسح ل يعني قزحية العين خلينا نحكي لكن أكيد رح تظل هي عبارة عن بالنتيجة رح تعطيك دقة ما رح تفتح على عيون ناس ثانين أكيد يعني لكن أنا بحكي بشكل عام يوم تكون النقاط أكثر الوجه ما كشوف أكثر فيكون فيه دقة أكثر أكثر لكن احنا بحاجة بصراحة كثير لهذه المميزة فبنستخدمها وأكيد ما عنها أي مشكلة هيك وصلنا لنهاية الفيديو أصدقائك تولي برأيكم بصندوق التعليقات أي أكثر مميزة عجبتك ولا ننسى أنه إحنا الآن هي البتة هي التجربية فالنسخة قادمة لكم أكيد بالأيام القادمة ورح نحكي لكم يوصل التحديث بشكل نهاي كما قلت من قناة تك توبيا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته